يعود الزمن للوراء سريعاً عند ذكر مصطلح التوعية في المصارف حينما بدأ السوق السعودي مسلسل تراجعاته الحادة في عام 2006 والتي استمرت عاماً ونصف حينها ظهرت الحاجة للتوعية بمصطلحات عقود التمويل بما لا يخل بمفهومها بحيث يساهم في اكتمال الصورة لدى العميل مرت أكثر من عشرة أعوام على خسائر سوق الأسهم وعلى تلك العبارة أيضاً التوعية في المصارف وكان الحال متشابهاً تماماً بينهما فلا السوق عوض خسائره ولا المصارف نجحت حتى الآن في رفع مستوى التوعية لدى عملائها ولعل مشكلة القروض في القروض العقارية بالفائدة المتغيرة شاهد على أن واقع الحال لم يختلف كثيراً رغم جهود مؤسسة النقد شيء ما يبدو مفقوداً في الحلقة بين المصارف وبين العميل فمؤسسة النقد وفقاً لمبادئ حماية عملاء المصارف الصادرة في يونيو عام 2013 ألزمت المصارف على تعيين موظف مختص بمسمى مستشار ائتمان في كل فرع لتقديم النصح والاستشارة الائتمانية للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل إلا أن الواقع على الأرض لا يوحي بوجود من يستطيع العميل استشارته حتى في تفسير أحد المصطلحات فضلاً عن وجود من يقدم استشارة ائتمانية مقابل هذا الدور المفقود هناك مجموعة من الأنظمة نصت عليها مؤسسة النقد وألزمت البنوك على اتباعها لا تقف عند تفسير ولا توضيح مصطلح فقط بل تلزم البنوك على اعطاء العميل أمثلة متعددة للمخاطر التي قد يواجهها فيما لو أنه اتخذ قراره بالمضي قدماً في عملية التمويل ترجمة نانسي قنقر